مرحبا نبط بيروت بيطلع عليكم اليوم طبعا من بعد الاستشارات النيابية الملزمة اللي حصلت مبارح بالقصر الجمهوري ببعبدة وانتهت الى اعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال ناجيب مئاتي بتشكيل الحكومة الجديدة ملف التكليف والمشهد اللي شفنا مبارح الى امكانية التأليف وعدد من الموضوع مواضيع ابرز الترسيم رح نبحث اليوم مع عضو تكاتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل اهلا وسهلا فيك مساء الخير اهلا وسهلا فيك وبداية يمكن بس هيك لازم نتوجه بالتعازي لعائلة شادي كريدي وطياح طارق طياح يلي توفوا بحادسة الطوافة بايطاليا اكيد وقبل شوي كنا بنقل لجنازة شادي كريدي من العقورة شادي رفيق لقلنا بالتيار الوطن الحر ومنتقدم بالتعازي الله يصبر عائلته من اهله واكيد من كل رفاقه بالتيار وكل اللي بيحبوه عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة واكيد طارق الطياح ايضا اللي ما بعرفه شخصيا بس اكيد كمان منتقدم بالتعازي من عائلته ومحبينه ايضا الله يرحمه اذا بنا نرجع للمشهد يلي شفناه مبارح اضعف تكليف يمكن من ال 2011 او قبل حتى لرئيس حكومة بلبنان 54 صوت حصل عليهم الرئيس نجيب نيقاتي من بعد مشهد الانتخابات النيابية شو بيعني ان يحصل نجيب نيقاتي على هذا العدد فقط من الاصوات من دون حصانة درزية بحصانة مسيحية ضعيفة جدا وهزيلة وحتى سنيا خلينا نقول حصل تقريبا على نصف عدد النواب السنة لا اكيد هذه الخلاصات لازم يخدها هو رئيس الحكومة بعدم التأييد يلي جابه اكيد هذا اقل من نصف البرلمان اللبناني وهذا بيدلل انه فيه هونيك عدم سئة عند عدد كبير من اللبنانيين انه الرئيس ميقاتي رح يقدر يعمل الفرق او يعمل المطلوب بظرف متل اللي عم يقطع فيه لبنان نحن الرئيس ميقاتي جربناه بالالفين وحد عشر وبالالفين وواحد وعشرين على القليل هود الحكومتين وما كان الأداء على قد الأمال او على قد المطلوب منشان هيك نحن رحنا الى عدم التسمي اليوم بكل الاحوال الرئيس ميقاتي اليوم عنده تكليف مطلوب منه يسعى بسرعة لتأليف حكومة تكون على قد الوقت اللي نحن اللي نحن عم نواجه عقد التحديات اللي عم بيوجهها البلد فيه مطلوب منه امور كتير نتمنى انه اول شي شكل الحكومة لانه كمان جزء من عدم تسميتنا لانه كان عم بقول مش ما بيقبل هناك صعوبة بتشكيل حكومة بقى اذا حدا عم بيخبرك يعني مصبع لما رح اعمله كيف تكلفي فيها يعني هذا كان المنطق الاساسي وصولا الى امور تاني هو تعهد بالسابق انه يقوم فيها وما قيم فيها وصولا الى حمايته المستمرة لحكم مصرف لبنان بيظل الانهيار اللي عم يحصل وكل اللي الدعاوة والمليحقات اللي حاصلة بحق وصولا الى تعطيل المرفق العدالي اليوم بموضوع مرفق بيروت انفجار مرفق بيروت نحن في عنا اسرة ما بدي اقول بقى موقفين لانهم محرومين من حقهم بقاضي ينظر بقضيتهم هيدا حق طبيعي هيدا من الاوانين الكليه اللي بتسمو حتى على القانون الوضعي الحق لدرواء وجوج الحق لكل متظلم بقاضي ينظر بقضيته اليوم صلنا تسعة شهر بدري الظاهر وشفيق مرعي وسليم شبلة ورفيقون ما عندن محرومين من ابسط حقوق من حقوق حقوق الانسان هيدا الدولة اللبنانية يعني منضمة لشارتر of human rights لشرعة حقوق الانسان الدولة اللبنانية منضمة لمعاهدات دولية كتيرة العربية ودولية بتضمن هيدا الحق الطبيعي لكل انسان اليوم هيدا كمان كانت مسئولية حملتها الحكومة اللي صارت اليوم تصريف اعمال وما قامت ما عملت باي جهد لإيجاد قاضي ومع انه في المخارج كتير والمخارج عديدة هي لإيجاد قاضي ينظر بقضية هالموقوفين هيدا كل ذلك الامر ينظر بقضية متضررين واهل الضحايا كمان هذا العدل مفروض يعني يكون بادر إلى هيدا الموضوع قابلك في يده تباعا وتكرارا صح بس اليوم كمان في مسئولية على الحكومة انا عم بحكي عن الحكومة التسعة بتشهر ما في قاضي وهناك عدة وسائل حتى يعينوا قاضي اليوم بيتزرعوا انه الهيئة 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 محكمة التميز الهيئة محكمة التميز مش مزبوط انها منها منها في بتصور ثمانة من عشرة موجودين والهيئة لازم تكون من الرئيس الاول وثلاثة وثلاثة واربعة هذا كلام مش مزبوط عم يعملوا هن تمييز محل ما القانون المعن بيميز عم بقولوا اي هو اصيل واي هو مكلف بس المكلف عم بيصدر قوانين احكام باسم الشعب اللبناني لا بيقدر يصدر قانون حكم باسم الشعب اللبناني وما بيسمح له يكون عضو بالهيئة لا مش مزبوط هذا ما فينا نحنا نميز محل ما النص ما بيميز هذا اقل الواجب المادة 20 والمادة 28 من انون 153 عا 83 هيني انون القضاء العدلي بتقول انه لما بيتعذر على قاضي يقوم بمهامه على الرئيس الاول يكلف قاضي محله من ولايته او من تابعين لقاله حتى يبت بهذه الامور هناك مخارج عديدة ما عملتها ما عملتها هذه الحكومة والمسئولية والمسئولية تقع اكيد على رئيس الحكومة من شان هيك نحنا بهذا الجو كله التأثير بالمجال المالي وحماية حكم مصر في لبنان السكوت عن تعطيل مرفق العامل العدالي المرفق العامل العدالي هيدا تم تعطيله بظل الحكومة السابقة هيدا كله ما كان بيشجع حتى نروح نحنا ونسمي الرئيس محل مع العلم انه داخل التكتل هناك نوع من تميز خلينا نقول يعني هناك النائب محمد يحيا حليف التيار الوطني الحر والتشناك سموا الرئيس نجيب ميقاطي وهون البعض يعني بياخد انه انتوا ضمن التكتل ما كنتوا كمان لكن احنا بتكتل في الكتلة وفي التكتل كتلة التيار الوطني الحر وايضا النائب فريد بستيني لم تسمي الرئيس نجيب ميقاطي بينما التشناك والنائب محمد يحيا سموا هونك هون في عنا بيئة التيار التكتل تنوع نحنا منحترمه كل واحد كل فريق سياسي ضمن كتلته بعمل تزيم الرؤية للكتلة طبعه ما دايما بالخط العريض للاتجاه لانه كان مبين انه بحل عدم تسميتنا او تسميه او اي تسميه اخرى واصلين على ذات الموضوع نحنا كطيار وطني حر اخذنا الارار الانسب بنظرنا انه عدم التسميه وهي ده مبني مثل ما قلت لك على السواب اللي حاصله على عدم الامكانية بالالتزام باي تعهد حصل وعلى وعلى تقصير حكيت بملفات فيه وزيادة عن هيك هو كان عم بقول انه هناك صعوبة على بتشكيل حكومة هلأ ما كان فيكن تروحوا الى تسميت يعني السفير نواف سلام الطير الوطن الحر معروف انه ما في عنده مشكل معه نحنا دعمناه دعمناه بالسابق دون انه سميه لسفير سلام بس انه هالمرة ما لم يحصل اي تواصل بالاخر ما علي يعني انا نيب لما رحت بردي اترشح حكيت مع العالم هلأ هو ما علم ترشيحه تنكون واضحين بالاخر يعني نحنا ما منروح نعيد حدا ما طلب ما طلب هو حتى تأييدنا لإله عزيزي في مرشحين اخرين يعني فيه دكتور صالح نصولي كمان معروف بروفيل بسندوق النقد ويمكن كان فيه حماس لانه حتى الطرحات يبدو يلي طرحها تحمل اختلاف او توجه مختلف عن توجه رئيس ناجد صحيح الدكتور دكتور نصولي عمل جولته بلبنان لم يحصد لم يحصد التأييد الكامل اكيد نحنا بروفيل شفنا فيه يعني شفنا فيه خير وشفنا فيه ادراء على على الانجاز بهذه الفترة انما بيظل بيظل يعني عدم التأييد بتكون كأنه كأنه عم يعني حرق اسماء عم نحرق اسماء على الفاضي أو عم نسيء يمكن لبعض الاشخاص اللي نحترم منشان هيك منشان هيك رحنا الى عدم التسمية عظيم استاذ سيزار بريح يعني في عدد من الاصوات معطرد على رئيسنا جميئات بيبلغ 74 بين اللذين لم يسموا احدا وبين يلي سموا السفير نواف سلام اضافة لصوتين للرئيس سعد الحريري ودكتور رواح حلب عمليا اليوم في فريق يعتبر كان حاله اكترية ضغرة بعد الانتخابات اليوم صار عم يحكي عن حاله بصفة المعارضة بارح كنا عم نشوف تشطط كتير كبير بصف هيدا الفريق ما كان في حتى خجل ينحكي عن هيدا الموضوع ونائب ميشيل معوض طلع وعمل رسالة مباشرة لفريق المعارضة انه اذا ضلوا متشرزمين بهيدا الطريقة رح يصير ربنان كله مخطوف هيدا الفريق لو اتحد كله على تسمية شخصية اكان السفية النواف سلام او اي شخصية اخرى ما كان قادر يوصل شخصية بوجه الرئيس نجيب مئاتها اللي بيعتبروه من المنظوم وهنا بدون يطيروها اكيد بظلمة وقفنا نحنا اللي ما سمى اكيد لو كان لو اتحدوا كلهم سوا كانوا قدروا كانوا قدروا وصلوا شخصية الرئيس مئاتي بس بكل الاحوال يعني انت عملت وصف مفصل للوضع اللي اللي موجود يعني وين الساعة بيسموا حالهم تغييريين وبكونوا بالسلطة من من ثلاث أجيال وساعة شي اللي بسمي حاله تغييري وورتين 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 ميليشيا عملة العميل بالبلد وشي بقى شي عامل حاله تغييري ومنخرط بيمشي بأجندات بأجندات يعني أقل ما يقال فيها فاسدة بالبلد فبالتالي هايدي أسطورة أمام اللبنانيين عم يقرؤوا عم تتكشف شوي شوي أمام اللبنانيين من دقتهم باحتساب الأرقام من أول نهار إلى الرؤية المنعدمة بالسياسة لعند البعض منهم إلى 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 هيدا أمر برسم اللبنانيين رح يشوفوا ورح ورح يتكشف وبالآخر نحن على تميس يومي بمناطقنا مع العالم وبلشنا نسمع الحكي العالم اللي البعض لأي سبب من الأسباب أيد البعض منهم كيف عم بعبد صبيعه وندمي ورجع عم اللي حس حاله عم نحكي عن ويب المجتمع المدني أو كمنا نلبسوا تياب المجتمع المدنيين لا في ناس لبسوا تياب المجتمع مدني ناس ناس حزبيين حزبي الانتخابات صارت ورانا اليوم بنا نطعطى مع الواقع في عالم اكتسبوا شرعية بنتيجة الانتخابات السابقة بدون صار في عليون مسئولية ما بقى فيون اليوم بطلوا عم يتظاهر بالشارع وعم بيصرخ شو ما كان وعم يتهم شو ما كان اليوم كل نائب منهم وكل حزب منهم بدوا ينزل على مجلس النواب في عنده شغل بدوا يعمل بدوا يفرجينه قدرتوا على الانتاج فيه احزاب وفيه شخصيات راح تشارك بالحكومة المقبلة بدأت فرجينا شو برنامجها ولا برنامجها كمان تخلي كل شي على على اللي هو على نقبد هايدي المنظومة وهايدي المنظومة الميلية والاقتصادية اللي بتاكي والحالة يعني شو ما بتحط فيها مصاري بيختفي هايدي المنظومة ال92 اللي ركبوها وبعدها لحد يتهلأ وبعدهم عم بيحافظوا عليها لحد يتهلأ وعودة الرئيس ميئتي لا تيحمي كل اللي حاصلوا مكتسبات هايدي المنظومة بقى لأ هايدي ما بتمشي يعني عم تعتبر موقف القوات يلي اخدوه مبارح بعدم التسمية ويلي واضح انه هني عززوا حظوظ الرئيس نجيب ميئتي بالوصول لانه ما سمحوا بوصول منافس لألو هني كانوا عم بيساعدوا للحفاظ على هايدي المنظومة بالخيار يلي عملوه هلا اول شي هني في رد جميل لانتخابات طرابلوس هايدي نمروه ها دمبيني وقريوه كل العاملين هون عم تقول رئيس نجيب ميئتي عاطئ أصواته لمرشح القوات على حساب مرشحه يلي هو ابن الراحل جنعباد تحديدا او او محمد سليمان او 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 المهم هيدا كل العاملين بالشأن العام وبالشأن السياسي والمتابعين هيدا هيدا ما خفيت عليهم وما يعني اه كانت واضحة جدا لقلهم هيدا اول هيدا اول امر تاني امر ايه يمكن ما عندهم اه توجيه خارجي بهيدا بهيدا الموضوع لانه تعودنا عليهم بيشتغلوا بالتوجيهات وبالتمويل الخارجي وثلاثة اه وثلاثة ايضا ما بدهم اه يزعلوا المنظومة اللي ما بيتناقضوا معها يعني القوات ما بيتناقضوا مع اللي ما بيتناقضوا يعني لما الرئيس لما الرئيس بري بيمشي بيه بنجيب مئتي ببطلوا يتناقضوا معه بها الخبرية اذا مش قدرين يسموا بيروحوا بطريقة ما بيفرط بس هنا من المعارضة مدحكتك بتجاوي بلا وحدة اللي مش ضروري تجاوي هنه هيدا اللي بقولوه على مش ضروري جاوي عم تورطني علا لا انه حسيتك مش مصدقة لكلمة اللي عم بتقليليها بقى مش جنهات انه هنه بيقولوا انه هنه من المعارضة وجزء من التغيير لبل اكتر من هيك يعني كنا عم نسمع خطاب رئيس حزب القوات سامير جارجع من الانتخابات لليوم انه يعني من انظر لانظر نظرنا على الانتخابات الرئاسة المجليس من تراجع لتراجع من تراجع لتراجع بطل الانسحابات التكتيكية لما قلت قبل الانتخابات ما كنت عم لا تجيش ولا تأقذي كنت عم بعمل ديسكريبسيون عم بعمل وصف دقيق بطل الانسحابات التكتيكية اليوم ماتش فوتبول اذا ما بتروحوا عليها بتخسريه منيح؟ بيربح التانية من دون ما يلعب الماتش بقى القوات اللبنينية القوات اللبنينية منذ نشأتها لليوم انظر جعجع مع سامير جعجع انسحبت من انسحب تكتيكيا من الجبل من انسحب تكتيكيا من الشحار من انسحب تكتيكيا من شارق صيدة من انسحب تكتيكيا بالطايف من الصلاحيات من انسحب تكتيكيا من معركة السيادي من انسحب تكتيكيا من الانون الارتوكسي من انسحب تكتيكيا من صلاحيات الرئيس ننسحب تكتيكيا من الحكومات ونعطي الحصة للسانيورة ولا ولا الحصة المسئلة نسحب تكتيكية هذه كلها بالانتخابات على أساس هونيك رح يصير التغيير قال لأ بانتخابات رئيس المجلس من هونيك مننسحب على اللجان وعلى هيئة المكتب وعلى الحكومة وهلأ على رئيسة الجمهورية وبكرة ما بعرف على شو بصير على الانتخابات اللي بعد لا لانتخاب التكتيكي بالرئاسة كيف رح يصير هلأ بتشوفي شو اسمه خلاق بهذا المجال بس البعض وضع انه موقف القوات أراح تيار الوطن الحر على اعتبار انه القوات ما سما يعني التيار صار مرتاح أكتر انه يروح على عدم تسمية لانه لو سموا القوات كان هون التيار رح يلعب دور مرجح أكتر ربما لصالح مرشح على حساب مرشح لا بالعكس كانت 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 أحسننا لو لو سموا مش أراحنا كانت أحسننا نحن مش من جماعة عدم المبادر بالعكس لو 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 سموا هني وصار هلأ عم بحكي فرضية فرضية يعني قطعت لا قطعت العالم عم بقولوا يمكن هيا فرضية عم يحكي فيها بس بالحقيقة أنا بدي أقول لك الحقيقة لو سموا هني كانت أفضل لأنه كان عندنا نحن من جماعة المبادرة مش من جماعة الانسحاب التكتيب شو يعني استي سيزار يعني كنا أخذنا يمكن موقف يعني لو سموا نواف سلام القوات إذا جانب تغييري كانت تير الوطني الحر يصابة نواف سلام هلأ هيده فرضية هيده فرضية هيده فرضية بس كانت محتملة هلأ أخذنا أسم السفير نواف سلام ممكن تكون غير شخصية هيده 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 فرضية محتملة بس ما كنتوا رح تصوتوا للرئيس ناجيب مئاتي حكما لا لا أخذنا الأرار فيه هذا الموضوع كان واضح بالنسبة لألنا وعددته مش أرجع عيد لها مبارح رئيس تيار الوطني الحر بعد لقاءنا بفخامة الرئيس عمل تصريح فند فيه الأسباب بشكل مسهب صحيح يلي قدت إلى عدم تسمية الرئيس الرئيس مئاتي قال أكثر من هيك قال أنه ما منشوف إصلاح مع الرئيس ناجيب مئاتي ايه ما بيقتلف مع الفكرة الإصلاحية عامة بس بكل الأحوال بكل الأحوال اليوم هو عنده هالتكليف هيده والبلد هيده وضع بدنا نشوف هلأ نحن هلأ بعدنا عم نحكي عن موقف سبق اجراء أخدناه أو خيار أخدناه نحن مبارح اليوم صار في واقع بالبلد يلي هو فيه رئيس حكومة مكلف فيه انهيار عم يحصل فيه انهيار مالي فيه فجوة فجوة بمصرف لبنان فيه فجوة بودائع اللبنانيين فيه وضع موظفين الدولي يلي هو إدارة مشلولة اضراب يوم اضراب قضاط يوم اضراب موظفين الدولي قطاع العام يؤكل يوم العسكر ما بيقدر يوصل على مراكز خدمته بالظرف اللي نحن فيه بهذا كله اليوم هو اختار يرجع يترشح وياخد هالمسئولية بقى هالمسئولية عنده اليوم خليه فرجينا شو بده يعمل بس اليوم لو ما كمان السنائي الشيعي أمال حزب الله وقف بظهر رئيس ناجيب ميقاته ما كان رح يبادر رئيس ناجيب ميقاته يعني كمان وهون مفرقة لسيما انه حزب الله يعني هود المرتين الوحيدتين بالمرة السابقة وبهيد المرة بيسمى ناجيب ميقاته من المرات القليلة اللي بيسمى رئيس حكومة فليش مصرين على اسم ناجيب ميقاته ما بعرف ما بعرف ما بعرف شو هالسحر للرئيس بري الاوي بس ايه حزب الله بخيار الرئيس بري ومش فيه حزب الله انا هيك بتصور على قليل هيك قريته على قدرت انا بالقراءة هذا اللي حصل ما عندهم تخوف من بعد الشرزمي اللي صارت بالشارع السنة وتغيب الرئيس سعد الحريري وممثل واضح للطائف السنية انه بيشخص رئيس ناجيب ميقاته ممكن يكونوا هن بعضون عم يحفظوا نوع من تمثيل لهذه الطائفة اليوم الرئيس ميقاته ما بيدر الانتخابات النيابية ما راح على فحص الشرعية الشعبية كيف فيه انا اليوم الرئيس ميقاته يعني حطت عليه شرعية شعبية هو حتى ما راح والرئيس ميقاته ما كان راح يسقط شخصيا بالانتخابات واكيد حجمه يمكن اكتر من نيب بس هو الرئيس ميقاته بيخياره ما راح على الانتخابات النيابية يعني هو بيخياره ما راح على الفحص الشعبية نفحص شرعيتك الشعبية وشرعيتك السياسية بقى لا ما فيه انا اليوم بحدها ما خاض الانتخابات النيابية اعطيه شرعية شعبية ايه فيك تقولي مرة انا جئوا جبنا وزراء اختصاصيين يمكن مش عاملين انتخابات لجنة البنية منيح؟ بقلنا هذا كان خيار بس ما قلنا هاودي الوزراء عندهم شرعية شعبية صار عندهم شرعية المرسوم ليه اخدوه؟ لما منيجي برنا نغطي طايفة ونقول هادي برنا نعطيه شرعية طايفة ومش عامل حتى الانتخابات لا انا هون بشوف هادي شوية يعني مبالغة اف انا هادي بعتقد وهي بس فكرة انه ربما تكون اسرع على رئيس نجي مياتي انه عنا بعد كم شهر عمليا عمر الحكومة ما رح يتخطى شهرين اذا قدر شكل بوقت سريع الرئيس مياتي اصلا صحيح لانه المفروض ان شاء الله ان شاء الله مرة تاني مرة تاني نحن ما منى من المعرقلين نحن من العالم البدا خير البلد اليوم في واقع سياسي هو انه في رئيس حكومة مكلف نحن نتمنى انه رئيس الحكومة الصعوبات اللي حكي عنه عن تشكيل الحكومة يقدر يتخطاها ويسمي حكومة على قد المرحلة لانه خطة التعافي الاتفاق مع الايم اف هادي كلهم بدهم من يبادر فيهم اليوم قصة ترسيم الحدود بده كمان حدا عنده ركاب يعني رح اصلى مش رح تقطع حل قبل ما نحكي اليوم اللي صاير بمرفق بيروت ما فينا نروح نكون هالقدة كومبليسنت فيها الخبرية وفي عالم قاعدة بالحبوسة مظلومة لانه ما في قاضي ما من بادر نعين قاضي طيب يبتلن باخلقات السبيل طيب ينظرن بقضيتن بالتحقيق يطلع ارار ظن يعمل شي بانه هيدا كله ما فينا نكمل فيه هل هي عمليا ما انجزت الا الانتخابات النيابية حكومة الرئيس مئات يعني واقعيا والاتفاق خلينا نقول الاولي مع صندوق النقد لان في كتير ملاحظات حتى من صندوق النقد صح على الاتفاق قبل ما انقول على عملية التقليف يعني لما بدنا نجي نحكي كنت عم تقول قبل شوي انه بس بدنا نعطي شرعية شعبية بدنا نكون راجعين للناس اليوم حتى تكليف رئيس الحكومة بمطرح معين الناس شعروا انه عم ينطبخ بسفرات تحديدا السفارة السعودية بشكل مباشر وكل ركز على دور السفير السعودي بالمرحلة الماضية وقل كل توقع يمكن انه يكون في مواجهة بخلال اسم فجأة كانت المفاجأة انكفاء نوعا ما وكمان هيدا كان تسهيل للرئيس نجيب مئاتي كيف قريته هيدا الدور دور لكي انا بقرأ باللبنانيين شو بدي برا وهي عطول بقى من الموازات لما منبحث مثلا انون استقلالية القضاء واكيد دستوري بيحكي عن استقلال الوظيفة القضائية هاك واردة بالدستور وفي كتير بيقلولك في قضاء في قضاء بغض النظر عن الانون بيكونوا مستقلين وما حدا بيأثر عليهم وفي قضاء قد ما تعطيهم بيجوا بيقولولك لا ما بنها القد استقلالية بنقاش الانون لا استقلال كتير هيك قوعة وان رايحين تخليقوا وقفوا بقى زيت الشي عند السياسيين فيه سياسيين بطبيعتهم مستقلين وبيعملوا سياديين وبيعملوا مصلحة البلد وبيروحوا للآخر محل ما بيشوفوا مصلحة البلد وفيه سياسيين بدنوا يترقبوا المود عرفت كيف المود تبع سفير ولا المود تبع دولي ولا تبع مسؤول بدولي كيف كيف توجهوا اليوم فيه منهم يعني بيمشوا باقل من توجيه بالمود طبعا هل هو الرئيس مئاتي كان ليفت كتير مبارح بكمان حديثه للتليفزيونات انه هو ما كان رح يمشي بخيار ضد ارادة المملكة العربية السعودية كان هالقد واضح فيها ولو كان استشعر انه فيه شي ضده او ما بده نياه ما كان رح يخوض او ما رح يطلب اعادة تكليفه يعني الله يهنينا بهيك سياديين بالبلد شو بدي انديك هل رح يقدر يشكل رئيس نجيم مئاتي انا بتمنى يشكل الرئيس نجيم مئاتي بتمنى يتخطى الصعوبات اللي هو كان عتلين همه لما قال فيه صعوبة للتشكيل لانه الوضع ما بيحمل لا مماطلة ولا تضيع وقت البلد بالظرف اللي هو فيه ما في يعيش على حكومة تصريف اعمال البلد بده حكومة مكتملة الصلاحيات تقدر يعني تواجه التحديات وتكون قد التحديات يلي والاستحقات اللي نحنا ادمين علي انا بتمنى انه يقدر يشكل يقدر يشكل رح تشاركوا بحكومة بالحكومة او لا اول شي هذا امر ان احنا ما بحثناه بعد بالتيار الوطني الحر حتى انا ناخد موقف منه وبتصور هو باحدة المقابلات حكي انه لم يحصل اي تواصل مع انه اليوم في اسرار انه اعلامة صحافة مش اسرار انه لأ صار لقاء وصار فيه بحث من جانب مع التيار وحتى مع القوات هذا الامر ما حصل بالعكس وانا بعرف انه لم يحصل انا بقدر اكون قاطع بهالخبرية انه لا هذا الامر لم يحصل تيار الوطني الحر مش مشاردة يكون بالحكومة يعني هذا تعرف العيز والمستغنى مثل ما بقولوا مش مشاردة يكون بحكومة تيار الوطني الحر وطبيعي مشاركته وعدم مشاركته بتصير بعد بحث بصير بدوائرنا الداخلية بالهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بتبحث وبتقيم الوضع ومش بحيال الحكومة بشارك الطيار الوطني الحر اي حكومة مش بادة حكومة تكون على قد المرحلة الادمين عليها مش حكومة عم بتقولك هي جاي وتقول ما بدي اعمل شي يعني عمليا رفض لحكومة التكنقراط او الاختصاصيين او هيدا الطرح اصلا النائب جبران باسيل كان رفض هيدا الموضوع قال قصة التكنقراط خلصيت قصة التكنقراط يعني لا لون ولا ريحة ولا طرحة اصلا هيدا خبرية قطعنا فيها بمدة مع انها ما بتقتلف قد ما يتفلسفوا اللي بيدعوا الفهم بهالموضوع بالنظام البرلماني الديمقراطي ما في محل اصلا لهيك حكومات يعني بالانظمة البرلمانية الديمقراطية من انجلي تيرا لليابان ووقطع فيهم كله ومن كندا لكندا كمان برلماني الديمقراطي ووقطع فيهم كله عامة بيكون الوزير بدي يكون منتخب معه عشرين نهار بتصور لا مش عشرين ما بعرف شهرين يمكن مش عشرين نهار تيتم انتخبه بانجلي تيرا ووقت بروحوا يعمدوا يحطوه بالهاوس اوف لوردز بصير برلمنترين اذا مش قادرين يربحوا انتخبات اذا كانوا مضطرين بواحد يعملوه وزير لانه نظام البرلماني الديمقراطي هيك هلا نحنا عنا هيدا الامر يختار الوزراء من بين النواب او غير النواب بس هيدا لا يعني من بين النواب او غير النواب يعني عم بقدموا في تقديم للصفة السياسية على الصفة غير السياسية لا لا انه هيدا نظام البرلماني الديمقراطي هيك هيك بكون هلا هودا الفلسفات الجديدة اللي حصلت بظرف بعد 17 تشهين كانوا اللبنانيين بس بنا نعترف كانوا اللبنانيين يعني فقدين السئة بكل بكل المنظومة السياسية مثل ما هي وفي رفض لا الى يمكن تم زهاب الى هيك شكل من الحكومات اما اليوم بعد من البرلمان عمره شهر نرجع نحكي بأمور كأنه ما في شرعية لا سياسية ولا شعبية لا الأحزاب والجماعات وكل اللي طلعوا المئة وثمانا عشرين اللي بدون بسئة عنهم حكومة على الليلة اللي بدأت تاخد الحكومة سئتهم حتى تصير حكومة هي لا هذا مش مقبول هيدا الكلام اللي عم يحصل هلأ هي نواب المجتمع المدني بير حجوا وعدونا بمواجهة بالشارع يعني كمان ما بعرف نوابه بدون يجوا على الشارع بس اليوم رئيسنا جي مئاتي بعد ما حسن بدون انتخابات مبكرة ما بعرف إذا رح يطالبوا فيها منطر منطر استحقق الحكومة بيبين بركي شيرك لا لا أنا على هذا البلاتو وإيه لا قبل بالألفان وتسعة لما خسرنا الانتخابات وأخدوا أكترية يضلوا يأجلوا بالانتخابات لألفان وتمنتعش تسع سنين رحت الانتخابات بالألفان وتمنتعش لما تهيألهم مع أنه الأكترية ما كانت كمان هالأد واضحة أنه الأكترية مش مسيطر عليها مثل الألفان وتسعة ما كان صلنا ستة شهور كان باني عم صرف أعمال بوزارة الطاقة صار بدون انتخابات مبكرة هلأ كمان ضاعوا على أساس أخدوا الأكترية رجعوا ضاعوا الشباب هلأ بصير بدون انتخابات مبكرة رؤي هلأ بركي بركي نوصل على أزمة أكبر شو بيعرفني وين رحين هلأ منوصل أستاذ سيزار رئيسنا جيمياتي بعد ما حددت أي لون حكومة ولكن كتيار الوطن الحر تؤيدون حكومة سياسية أو حكومة وحدة وطنية أو بتروحوا بطرحية لعمل حكا في تعديل وزارة عن حكومة الحلوية نحن من أيد حكومة بتكون قادرة تتصدر للملفات الطارقة يلي هني اليوم أنا حكيت بالمبدأ بموضوع ما في شي تحريم على الحكومة السياسية بالعكس طبيعة نظامنا وطبيعة كل الأنظمة اللي بتشبه نظامنا هي إنك تروحي على الحكومة السياسية هلأ فيه يكون فيها اختصاصيين بس بدون يكونوا قدة كمان فالمهم إذا كانت حكومة سياسيين وما بدون يعملوا شي وبدون يغرقونها زيادة أكيد نحن مش معها وإذا حكومة أخصائيين أو تكنوكراتو بني يغرقونها زيادة أكيد مش معها نحن مع الحكومة اللي منشوفها اللي منشوف فيها صفات الإدرة تطلعنا من اللي نحن فيه عظيم وحكومة وحدة وطنية إلى حظوظ تمشي لأنه فيه أكتر من طرف بيقولونه لا ما بدون يشاركوا بالحكومة آخرون الاشتراكيين يعني هنا ما رح يشاركوا بس بيساعدوا بالتشكيل بيساعدوا بالتشكيل هلأ تنوصل علي أن نشوف مظبوط الموقف الصحيح تبع الكتل تبع الكتل مش الموقف إذا بديك الهوائية يعني بالآخر بس بس يصير فيه طرح على الطولة وشغل حقيقي بالموضوع بيتبين وبيتكشف كل واحد موقفه الحقيقي بلا شي تنغبت أنه حكومة محاصصة وما منشارك بحكومة محاصصة أو حكومة محاصصة هلأ كيف تتشكل الحكومات بكل الأنظم البرلمونية الديمقراطية بيربح مثلا هيدا الحزب الانتخابات بروح بيجيب وزراء من الحزب الخصير إنه كيف بركب تركب لما بيعملوا اقتلاف حكومة لما بيعملوا اقتلاف يقدروا ياخدوا ثقة ويعملوا الحكومة بيجيبوا الوزراء من اللي ضدهم ولا من اللي معهم اللي عامل اقتلاف وعم يقدر يؤمنوا أكترية للثقة بمجلس النوة كيف هلأ الحكي معلية في طهوجة في طهوجة مش طبيعية اللي بيعرفه اللي ما بيعرف شو اسمه بيفيدنا بقراء وبيجبرنا نعلق عليا إنه صحيح انطرح قصة إنه أن يكون الذهاب إلى تعديل بعض الوزرات أو بعض الأسماء بهذه الحكومة الحالية وتتقدم تشكيلتها بشكل سريع على اعتبار أنه بدا تكون كمان وقت سريع فهيك بنربح وقت هل جاهز التيار الوطني الحر يبحث بمثل هذا التعديل ويتم تعديل عن بعض الوزرات أنا ما في أحكي اليوم باسم التيار الوطني الحر بأمر لم نناقشه داخل الهيئة السياسية لا التيار الوطني الحر ولم نأخذ منه موقف موقف بعد نحنا طبيعي بانتظار مبادرة نحنا رح نروح موعدنا بتصور النهار الثلاثة نحنا الثلاثة على الاستشارات رح نعطي رأينا لدولة الرئيس مئاتي رح نقله موقفنا ونحنا عامة منحكي حرفيا منقوله جوه منقوله برا حتى ما ومش أول مرة منعملها هيا عامة عامة بيتعمدها عادة عامة بيتعمدها رئيس تيار الوطني الحر هيدا الأمر ما رح يكون خافة على على اللبنانيون ونسمع منه كمان ما هو المكلف بالأخير منسمع منه شو في شو البلان طبعه شو الخطة طبعه شو ماذا يعتزم أن يقوم به ويبنى على الشيء مقتضاهم يبنى الموقف على هلأ في نقطتين يبدو كان عم بي خلينا نقول لي يسير فيهم الطير الوطني الحر رئيس ناجيب مئاتي موقف لافت بموضوع النسحين هاي أول مرة منسمعها منه مع أنه بالألفين وعشر فتح الحدود يعني هو اللي هو اللي عمل المصيبة كلها فكانت لافت أنه إيه وإذا ما رح ترجعون الدول الأوروبية رح نرجعون وفق القانون القوانين اللبنانية لي بادي يرتب هو رئيس حكومة هلأ يلا تنصدق نحن يبادر باركي بدو وزير خرجي من الطير الوطن الحر يطلع هو يحكي مع يبادر يبادر يلا الحكومة السورية يلا الخبرية المنيحة شو بقوله المنيحة ما بدها مشاورة هاك بقوله بقوله عنا بالجبل وموضوع حاكم مصر في لبنان يعني كمان الطير الوطني الحر واضح جدا أنه خلص الذهاب بالمواجهة التامة مع رياض سلامة وبالأمس كمان الرئيس ميقاتي بيقول أنه هو ما عنده مشكل إذا تم الاتفاق على تعيين حاكم جديد للمصر في المركز على اعتبار أنه انتهى الاتفاق الأولي مع صندوق النقد وكأنه ما نفتعل المشكلة رياض سلامة سيكون هو صاحب الحل يعني مع صندوق النقد هل مصدقين أنه نحن رايحين على هيك مبادرة بحكومة الرئيس ميقاتي لكن نحن نتمنى أن تصير هيك أمور أنا قلة التجربة السابقة ما بتشجع لعدم الالتزام بتعهدات حصلت ولم تنفذ اليوم الوضع وهذا اللي أدى إلى عدم التسمي للرئيس ميقاتي وأهم موضوع منه هو موضوع أدئه بقصة حكم مصرف لبنان وبقصة الموضوع المالي ككل اللي عم يحصل بالبلد بقى هيدا ما وقفنا نحن أكيد منتمنى أنه يغير رأيه هو بموضوع الناس حين يروح إلى إجراءات بموضوع حكم مصرف لبنان يروح إلى إجراءات على القليل يوقف الحماية السياسية يعني خلي القضاء يخد مجرى بهذا الموضوع وهيك على القليل يكون عم يرجع يبني سئة مع الأطراف السياسيين بالبلد لأنه مش خافة على حدا وهي أمر صار من اللي بينحك على المفتوح مش بس عندك على الإعلام بينحك وين مكانه بكل المجالس عن الإدراء بالالتزام بتعهدات اللي بتنقطعوا عن السئة بما يتم يعني يتعهد بشيء ليش بالمرة الماضية كان فيه هيك اتفاق أو هيك تعهد من الرئيس مئاتي ونكسي إلى التعهد أنا قلت ما لازم أقول هلا بكون وحسب تطور هلا فيه تشكيل حكومي يلا خلينا نشوف هادي خطرة هادي الجواب لحال وجواب يعني قلنا اللي لازم نقوله هلا لنائب جبران بس يلتهمه بأكتر من هيك عمليا لما حكي عن قصة أنه روئ للدولار قبل الانتخابات وبعدين بيرجع بيعلى بالقصة التلاعب بالعملة الوطنية كمان ما نهينا اليوم اللي حصل اللي حصل اليوم مش مبين أنه الدولار بلاش يطلع صحيح ليش بلاش يطلع الدولار بتتزامن مع قصة تأليف الحكومي كمان والطبيعي اليوم التجاري اللي بدون يشتروا دولارات عبر صيرفة بدون يجيبوا الكاش اللبناني راحوا على البنوكة تياخدوا دولار من لما ما بيعطوهم دولار على صيرفة وبيلقولون أعزار أنه هيدا الإبضاع جاي ما بعرف يمكن من السعودية بس عبر سوريا إنون أيصر ما في أعطيك دولارات عليها في ترانزيت معفة وكل عمركم صار لكون أشهر سنين بتعملوها بيوقف يعطي صيرفة على صيرفة فبدو يتجه على السوق السوداء بيطلع لهم هو إجراءات إجراءات يعني الحنفية بيسكر شوية الحنفية بيطلع لهيدا بيتصريح قديش معكم لبناني هديك المرة روحوا نعطيكم شو ما كان معكم لبناني على الصيرفة نزل الدولار بعش تلاف ليرة بنهار طب هيدا طبيعي هيدا عمل طبيعي ولا هيدا استعمال بالسياسي حاله كان كافي لحتى ما يرجع رئيس ناجي بمئاتي هو يتكلف مفروض شو سميته وعم بتلومين ما ما سميته عمليا اليوم حتى إذا ما بدنا ننطر القضاء يعني فيه فيه أعمال قام فيه حاكم مصر في لبنان بتحكي عنه من دون ما حتى ياخد القضاء إذا بدنا نحيد المسألة القضائية أداءه لأله كفيل أنه على الأقل الحكومة هلأ نحن عم نحكي كنه قبل شوية يعني جو البلد بالسبور وبالباسكتبول إنه إذا عندك أنت فريق باسكتبول صار خسران كل المباراة تروح بتغير المدرب طبيعي أو مدير الفريق أو مدير طب إنه بعد أكتر من هالإنهيار هيدا وبعده ثابت وما منغير الكوتش هلأ أخرى من يومين قصة الكهرباء وحديث حاكم مصرف لبنان عن عجز الكهرباء اللي كان كمان فضيحة بالأرقام لما يحكي عن 24 مليار اندفعوا دولارات لكهرباء لبنان والفيول وهيدي جوابنا عليها يومتها وما عليها منرجع من عيد لأنه مش كل العلم عم يسمعونا بذات الوقت مش بس في تشويه للأرقام يالي هالأرقام مش مزبوطة وزارة المال قالت إنه من الألفين وهو أرقام وزارة المال من الألفين للألفين وواحدة وعشرين أو للألفين لألفين وواحدة وعشرين حتى مجلس النواب ألغى المساهمة ألغى المساهمة اتنين وعشرين مليون 22 مليار وسبعمائة وثنين وخمسين مليون مليون دولار الالفين وتسعة لالالالفين وتسعة تسعة هيدا اللي حط عليها أربع وعشرين مليار هني سبتعش فاصلة خمسة مليار خمسة أربعة سبعة سبتعش فاصلة سبعة وأربعين مليار دولار بس هاو دي شو هاو دي حق فيول هاو حق فيول انصرف بقلب المعامل تتضوي الكهرباء بسهولي لك صرفته 45 مليار اول شيء 45 مليار طلعوا 17.47 تاني شيء طلعوا فيول طي دوروا المعامل لانه المعامل بتدور على الفيول او على الجازويل ما بتدور من دون لوحدة بعد هايلي الطاقة المستدامة بعد مخترعها البشر بعد وبدك تحولي طاقة بديك تحطي محروقات تطعملي كهرباء منيح يعني مش هدر هاو حق فيول وبعدين هاو دي مقوننين بكل قانون موازنة الموازنة تصدر بقانون بالمادة 13 كانت مساهمة حتى نحافظ على التعرف الواطية فهام مساهمة لكل هالرعاع اللي عم يحكي بالموضوع هايدي كانت عم تدفع فواتير الكهرباء طبعهم وبقانون من مجلس النواب وبقانون صوتوا عليه نواب اللي هن اختارون بقى هيدا أمر ما بقى مسموح ينحكى وانا توعدت من وقت المناظرة انه بعد اللي بدو يطول لسانه بهال موضوع فيه غير حال رح نصال عليه بقى هيدا موضوع ما بقى اليوم بدو يستعمل فشله هو طيه يرجع يكبه على الكهرباء وبعدين وحكي معك بمؤيبة لمن قبل عن الاستفادة كانت كهرباء لبنان بالعقود مثلا العقد مع الكويتية فيه حوالي بتصور ستة شهر تسهيلات للدفع كانوا ينعطعوا المصريات من حساب الدولة اللبنانية من الحساب ستة وثلاثين فور توقيع الالسيات من وزير الطاقة ووزير المال الالسي بيوقع وزير المال بس وزير الطاقة بيوافق بالأول وبيبعت لها لو وزير المال بينشالوا من الحساب بلحظتها وبيبقوا ستة شهر بيشتغل فيهم وبيشغلهم هو وبيعمل أرباح عليهم وبالآخر بيدفع بعد ستة شهر وكهربة لبنان بتتكبد المصاريف التمويلية لأنه أكيد الفاينانسينج فيز إذا بدك تستعمل الستة شهر بدك تدفع الفاينانسينج فيز وهو كمان نعلقهم على المليارات تبع كهربة لبنان ومنقول كهربة لبنان يعني عمليا هو لو بوقتها كان عم يدفع هيد المصاري وعم بيحول هيد المصاري كمان كان فيه جزء من الفاينانسينج فيز لو اندفعوا بوقتهم المصريات كان ما بيندفع الفاينانسينج فيز عليهم أكيد عظيم يعني هو بس مين هاي الفلوت مين استعمالها حاكم مصرف لبنان مصرف لبنان المصرف كانت هاي بالمصرف هلأ طير وطن حرصان بحق سميه حاكم لبنان عمليا ايه بق لأ هايدي الامر حتى كل ما واحد بده يغطي فشله بده يقعد يخربت بالأرقام ويختلق أرقام جديدة وهي الضبابية لأ مش مقبولة والفضيحة الكبيرة انه حق الفيول كمان مساددته الخزينة يورو بونز هايدي بعد الزيادة صح وشاريهم باللبنان من الخزينة من الخزينة من الدولار وبيعهم بره بالسوق بالدولارات يعني هايدي بعد كمان جزء خلينا نقول من فضايح شي صغير حاكمية مصرف لبنان النازحين هودا عنوين أساسية خطة التعافي صندوق النقد كمان ترسيم الحدود منوصل على ترسيم الحدود يلي هو كمان أشار له مبارح نائب جبران بسيل من بعبدة وكان ليفت لما يقول انه فيه أمر استجده وترسيم الحدود وحضرتك كنت عم تقول انه بهيدي الحكومة بده يكون فيه ركب لحتى نواكب هيدا الملف أكيد اليوم نحنا في عنا عقدين موقعين مع اقتلاف شركات ترأس وتوتال موقفين عن الشغل هوا العقدين أنا موقعهم هاي بالبلوك أربعة والبلوك تسعة موقفين عن الشغل بضغط سياسي بضغط سياسي مرتبط بترسيم الحدود الجنوبية اليوم الإسرائيليين رايحين يشتغلوا بكريش سالهم عشر سنين عم يشتغلوا تنئيب عم يشتغلوا استكشاف وتنئيب وتطوير حقول وا 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 بكريش واليوم إيجت الاف بي اس او سفينة الانتاج والتخزين والاستخراج على الحقل وهيدا الحقل ايه فيه هناك عنا نحنا كليم عليه ادعاء عليه متل ما متل ما هني عندون ادعاء على جزء من قانا من قانا وطبيعي هذا الامر بينحل بترسيم حدود واضح على قصص مزبوطة بين بيننا وبينهم على اساس بيكون قانا لقلنا كريش لقلهم او اي حل تاني بيحصل بيضمن كل حقوق اللبنانيين ومن بينهم ومن بينهم حق القانا حق القانا لانها حقوق اقتصادية مرة تاني اه العلم تعرفين هاو سيادة واخر شبر واخر كباية ماء هاو دي مش سيادة ها حق اقتصادي بننا نعظم نعمل لقى استفادتنا من السروات الموجودة بقعر هيدا البحر منيح فبالتالي هيدا الوضع اللي هو انا قريت بالصحف اه انه الوسائل وسائل الاعلام الاسرائيلية عم تحكي انه تبلغوا هنه من الامريكان الموقف اللبناني بس بعد ما ردوا عليه اه القصة بتنطر شو بدون يردوا وهن منهم يعني ما تفكري انه هنه وضعهم كمان لما بتكوني بمنطقة متنازع علي بتبطل تغطيك يعني الاسرانس بتبطل تغطي التأمين بتبطل يغطي هايدي المنشآت الكبيرة وهيدي مشين هيك بالشركات بتخيف فبالتالي ايه هنه عندهم مشكلة كمان وهيدا الامر منو منو هيين واستثمارات بمليارات الدولارات حتى لو كانت شركات امريكية وبتدور بالفلك الاسرائيلي يعني بيضل عندهم هيدا النقصة هونيك الشركة هي يونانية اه اللي عم تشتغل عندهم اه اكيد اذا ما غطتها الاسرانس ما ما حدا ما حدا بيروح ببيدر للشغل فبالتالي ايه هيدا هيدا المشكلة عندهم ايها طيح اللواء بدون يوصلوا ل ترسيم بدون يوصلوا لترسيم نعترف فيه نحنا كاللبنانيين هلأ انا بيقولوا للسفينة في جزء كمان مملوك من الاسرائيلية والبريطانية يعني اليونان هنه كمان جزء من مساهمين هلأ اكيد هودا الشركات هودا الشركات يعني بيكون في عدة بنيفشريز عدة اصحاب حقوق عندهم مصالح بهيدا الشركات بس الشركة اليوم هي شركة يونانية معروفة اللي عم تشتغل شركة يونانية منا من اول تير بالشركات بالشركات يعني ما قدروا استقطبوا هني الاسرائيليين دقا يعني مستوى الشركات لاستقطبنين احنا بس للاسف تعطيل عندهم كان اقل بكتير من التعطيل عندنا اربع سنين على المراسل اربع سنين هلأ مبلغ هني غيروا بتغيير الحكومات لا بتغيير الحكومات وبتغيير الانون هني كانوا كانوا ماشيين على انون للموارد البترولية قبل ما كان ما كان ما اعتبروا ما املوا المصلحة راحوا على الكنيسة تغيروا غيروا الانون وصاروا مثل الانون اللي نحنا متبعينه بزيت تقريبا زيت الفورمات او زيت اذا بديك النموذج والمنطق والروحية طبعا الانون يلي نحنا متبعينه وقت اللي كان عنا هون بتعرفي متدعين الخبرة عم ب مدري شو وعم عم يحسبوا اللي بيعرفوا يعملوا اللي ما بيعرفوا يعملوا بهذا بهذا الموضوع كان فيه دول ومش العدو الاسرائيلي مش اقلون غير انونه طي يعمل انون بيشبه الانون يلي 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 عندنا بكل الاحوال التعطيل عندهم اكيد مبلشين قبلنا وبيغير جوا عندنا نحنا اربع سنين وقفنا على على المراسيم بعدين اللعنة بعدين بعد ما وقعنا مع مع توتال وصار فيه تأخير صار فيه تأخير في فترة الكورونا ورجعوا واجهوا ولم ولم اجهوا ضغط سياسي وا 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 المهم اليوم هون المصلحة هي انه نقدر نحصل على كل السروات العقدي لقلنا من ضمن حق القانا كاملا يكون لقلنا ومش بس هيك استقناف عمل التنقيم ما يضل فيه مضايقات او فيتو على او ضغط او منع للشركات حتى حتى يصير انا بحكي من انا عم بحكي هالكلام من موقعي كان نائب بالبرلونة انا هايدي الشغلة عند الحكومة اللبنانية والتفاوض عند فخامة الرئيسية اللي عنا كل السقة نحنا بي بيدارته لهيدا الملف وبيحرصه على السروات اللبنانية وبصلابته بهيك بهيك امر بس بديك كمان حكومة تقدر تواكبه مشان هيك عم نحكي نحنا بديك حكومة كمان يكون عنده ركاب بهال الموضوع مش حكومة قبل ما فوت شوي بتفاصيل القانا والحقول لما نحكي عن حكومة بالدركاب نحنا عم نفترض او عم نحط احتمال مش فرضية ممكن ما يوصل ملف الترسيم الى نتيجة او يوصل لانو نحنا بالوضع اللي نحنا فيه وبحاجة البلد لهيدي الاستثمارات ولهيدي السروات الاستثمارات بالاول تعملي وبعدين السروات لما تطلق صحيح للاستثمارات بالدرجة الاولى وللسروات بالدرجة التانية بحاجتنا لإلون وبحاجة اوروبا يلي هي على دورستيب طبعنا اليوم للغاز وللنفط ولهيدا انو الاسرائيليين يقدروا يندجوا هني ونحنا نكون محرومين وحطين فيتو على الشركات عندنا لا بعودة يغطيهم لسورة ولعمل داخل ولمن يحزنون هيا ما بعود وخلص من الشعب اللبناني شايف هالقصة خطرة كتير هم نقول انو في جزء من الشعب يعني حتى يمكن ما بعرف اذا الحراك الاخير من ثلاث سنين هو بجزء منه تغطي لهيدا الموضوع ما بدأ رجع فوق ما بنا نقش شو اسمه نفرع كتير نفرع كتير نقش اليوم الموضوع الموضوع واضح وصلنا على يعني خطوات من حل لبنان قيل شو مطالبه يلي هي مطالب على ما اعتقد مش انا اللي عم فاود بس على ما اعتقد وعلى ما اعلم ان محقة ومش مش مبالغة مش معتدية المحقة انو ضلت طيل كتمين بس الواضح انو انو محقة انو محقة ولا تعتدي يعني مش مش عم تاخد تعرفي بيعتدي واحد بياخد اكتر من حق وعن اخدي حقك يعني الدولة اللبنانية عم بتطالب بي حقوقها بقى هيدا الامر هيدا الامر المفروض يلاقى وعلى القليلة العراب الامريكي على القليلة بهالقصة اذا حيبي يعمل يعمل حل لازم يعمل الجهد الكافي حتى يلاقي هيدا الموقف الجهة التانية قبول الجهة التانية وبالتالي نروح الى نروح الى ترسيم حدود واطلق اعمال الاستكشاف والانتاج على جانبي الحدود عظيم هوكستين لما اجع على لبنان حكى او عطى اي مؤشر ايجابي او لا كان مستمعا فقط انا لم احضر ما كنت بالاجتماعات بس ما انا ما كنت ما كنت بالاجتماعات ومش من جامعة التسريبات المهم هو وسيط طبيعي يستمع على موقفنا وينقلوا ويرجع برد اي مطل مفترض يرجع برد ما بعرف بالاعلام عم ينحكى باول باوائل باوائل تموز السفرة الامريكية ما اكدت هيدا هيدا الشي بالاعلام بيبيان بتصور ما اكدوا هيدا الشي بس اليوم قرينا بالوسائل الاسرائيلية انه انه هن تبلغوا بس بعد ما ردوا عظيم ممكن ننطر للمنتصف تموز لانه الكل بعده عم يربط كمان بالتطورات الاقليمية ورئيس الامريكي كمان عنده زيارة للمنطقة ممكن يكون فيه تزامن او يعني هل قد يكون عملنا عملنا حقيقة بس لما نحكي بتصعيد حضرتك قبل شوية حكيت بتصعيد اذا احتمال الفشل بالوصول الى اتفاق تصعيد قد يكون له اكتر من وجه ممكن تصعيد عسكري ممكن تصعيد من نوع اخر هون يمكن بيجي دور الحكومة بيبلش بيبلش عند الحكومة بيشو استقدام شركات بتوقيع بتوقيع المرسوم بتوقيع المرسوم بيوصل لطرح يعني يعني استدراج عروض لشركات تيجي تحفر اي شركات ممكن تيجي تقبل تنقيب بلبنان من بعد ما كان التوتال اللي هي من اهم الشركات فيه شركاتي ممكن ما تكون ما يكون عندها مصالح قادرة تضغط عليها هادي كلها شركت شو عم نحكي بالمقلب الشرقي كلها عند الحب أنا اليوم أنا اليوم نقب بالبرلمان وبيحترم فصل السلطات عم نحكي نحنا اليوم عم نروح فرضية لأنا مش بالحكومة عم نحكي احتمالات مش فرضية احتمالات موجودة اكيد احتمالات موجودة طبيعي ما لازم الدولة اللبنانية انها تخضع لضغوط او تهديدات او تكون خنوعة هالأد يعني اذا ما صار اتفاق ومشوا هني بالانتاج من حق الكريش اكيد ما لازم ولا باي شكل من الاشكال يكون في صمت على الموضوع عظيم يبقى في احتمال هون انه هذه الحكومة اذا نجح بتشكيله الرئيس نجيب ميقاطي يلي لديه الغطة الامريكي والغطة الفرنسي ربما ما يعمل مصلحة اللبنانية هون شو بيكون هون بيكون صار مشكلته معنا يعني منروح لم نمضي مرسوم ومنبعته على الامم المتحدة ولم نروح منستدرج عروض بقى ساعة عند اللبنانيين يشوفوا يحيسبوا يحيسبوا انه هاي مرة تانية لما بتقولي اذا في حدا جربته كذا مرة انا ومش ومع تنتيجة كيف في احتمال نكون امام مواجهة عسكرية يعني كتير بينحكى انه نحنا راحين على صيفية اليوم صيفية جاي المصطفين في لبنانيين جايين بانشجعون بانشجعون يجوا اليوم الجو هو جو مفاوضات عظيم جو مفاوضات طبيعي نفكر فيما ولو فشلت المفاوضات بان رايحين بس ما بدنا نبلش اليوم ننعي يمكن هناك واللي اكيد انه هناك مصلحة بالمقلب الاخر حتى يقدروا حتى يقدروا هني كمان يمشوا بالأعمالهم وبالانتاج المطلوب كتير اليوم باغلى باغلى سعر للنفط والغاز الغاز ما كان بحياته منذ بدء الاستكشاف وانتاج الغاز وتجارة الغاز يعني سوق الغاز العلمي ولا مرة كان بهالارتفاع السعر هيدا فبالتالي اليوم هناك مصلحة عند الفريق الاخر انه ينتج حتى ينتج لازم يوصل لترسيم لاتفاق معنا ونحن عنا مصلحة نعنا مصلحة كمان حتى الشركات على العقود اللي مؤعينهم نحن كمان يرجعوا يشغلون يعني يشتغلوا فيهم الشركات فيه مصلحة على المالتين اليوم انه يصير فيه هونالك وتوصل الى التفاق صح الرئيس مئات اليوم كان لفت كمان عطا بعتقد لتليفزيون القطر حديث انه حزب الله يدعم الحكومة اللبنانية بهذه الخطوة ومعطي جواب سلبي على الطرح يلي سلم الى هكسين هيدا كمان بيعطي مؤشر وكان نحكى عن دولة سكندينفية على الارجح هي الناروج لانه الناروج هي تدخل بحل نزاعات تلعب دورا على مستوى التفاوض مع حزب الله فيه اي معلومات حول هيدا لا انا ما عندي معلومات عن يعني الشغل الناروجي يلي عم يحصل ولا اي اتصالات بين الناروج وحزب الله ما عندي معلومات عنها الناروج هي دولة تعيونة معها من زمان وحتى من قبل ما احنا نيجي على الوزارة كان فيه تعاون معها فيه برنامج كان النفط للانماء oil for development program تابعون ساعدونا بالسابق عملنا اينون الموارد البترولية بالمياه البحرية اللبنانية وساعدونا فيما بعد ببعض المرسيم التطبيقية بلاصية غطى للpetroleum activities regulations يعني قواعد الانشطة التي ترعى القواعد التي ترعى الانشطة البترولية بالمياه البحرية اللبنانية تساعدنا كتير نحن ويهون وانا وقعت extension اخر شيء قبل ما فيه من الوزارة وقعنا extension للprogram هذا مع السفيرة الناروجية بهذاك الوقت اللي كانت هون بقى كان عندنا تعاون كتير طويل وكتير مصمر وكتير جيد نحن والناروجيين مش غريبة عنهم هني الشغل بحل النزاعات اكيد بس تألك تفاصيل اي اتصال هني واي من الاطراف اللبنانية الاخرى بهذا الوضوع انا ما بأكد وما بجزء ما عندي معلومات ولم تابع هيك سؤال اخير اذا بدنا كمان هنا احتمال قانا كاملا اعطي الى لبنان كان في عدة علامات استفهام ان يذهب الاسرائيليون لبل ربطوها ان العين الاسرائيلية تمنى فقط او بشكل اساسي على جزء من قانا انما على البلوك 8 حيث من المفترض او من الممكن ان يتم تمرير خط الغاز المتوقع استماد هو صحيح عم تحكي معلومة منطقية جدا لانه البلوك 8 ارضه هي مستوية وهذا امر جيد لشان تمرير خطوط وانبيب النفط والغاز بقى اي طبيعي لما منشوف نحنا الرسومات الاسرائيلية اكيد في عندهم طمع بقعر المستوي القعر المستوي للبلوك رقم 8 اكتر من يمكن وجود اي بروسبكت فيه وهيدا الطرح هي اللي حمله هوكستين بالمرة الماضية باش باط الماضي انا لن انا اليوم نائب بالبرلمان لا اصرح لا عن الحكومة ولا عن فخيمة الرئيسية اللي هو بيتولى هيدا الامر انا جاوب بحدود معرفتي من موقعي السابق كوزير للطاقة وطبعة القصة عشر سنين بقى لا اكتر ولا لا ما بقدر لا اكد ولا انفي شو كان فيه بال احترم هذا الموقف عضو تكتل لبنان القوي انا ابتزار ابي خليل شكرا لك شكرا لك على هذه الحلقة على امل لقاءات تانية نبط بيروت بودعكم واللقاء بجدد بكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا